كتاب سفينة نوح الحلقة التاسعة تحت عنوان المقارنة بين دعاء الإنجيل ودعاء القرآن المجيد كتب حضرة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام ما تعريبه وكذلك ورد في الإنجيل إذا دعوت فادخل إلى حجرتك ولكن القرآن يعلمك لا تخفي دعائك في كل مرة بل ادعو الله تعالى جهرا أمام الناس مع جماعة من إخوانك أيضا لأنه لو استجيب دعائك زاد إيمانهم ورغب الآخرين أيضا في الدعاء والابتهال إلى الله تعالى وكذلك في الإنجيل أن ادعو بما يلي أبان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم وحط عنا ديوننا كما نحط ديون الآخرين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أما القرآن فيعلن أن الأرض ليست خالية من تقديس الله بل إنه تعالى يقدس في الأرض أيضا وليس في السماء فحسب كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي أن كل ذرة في السماء والأرض تسبح بحمد الله وتقدس له وأن كل ما فيهما من كائن مشغول في تحميده وتقديسه عز وجل فالجبال تذكره والأنهار تذكره والأشجار تذكره وكثير من الأبرار مشغولون بذكره أما الذي لا يذكره بقلبه ولسانه ولا يتواضع له فقضاء الله وقدره يرغمه على الخضوع له بأنواع البلاء والعذاب لقد وصف كتاب الله القرآن الكريم الملائكة بأنهم يطيعون الله غاية الطاعة وقد ورد الوصف نفسه في القرآن لكل ذرة وكل ورقة في الأرض حيث ورد أنه ما من شيء إلا وهو قانت له عز وجل فيستحيل أن تسقط ورقة إلا بإذنه ويشفي دواء إلا بإذنه ويطيب غذاء إلا بإذنه فكل شيء يخر على أعتابه بغاية التذلل والعبودية ويتفان في طاعته عز وجل إن كل ذرة من الجبال والأرض وكل قطرة من الأنهار والبحار وكل ورقة من أوراق الأعشاب والأشجار وكل جزء من أجزائها وكل ذرة من الإنسان والحيوان لتعرف الله وتطيعه وتنشغل في تحميده وتقديسه عز وجل ومن أجل ذلك قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي كما أن كل شيء في السماء يسبح لله ويحمده كذلك فكل ما في الأرض أيضا يقوم بتسبيح الله وتحميده فكيف يقال إذن بأن تحميد الله وتقديسه لا يتم في الأرض من المحال أن تخرج مثل هذه الكلمة من فم أحد من العارفين الكاملين الواقع أن بعض الكائنات الأرضية تطيع أحكام الشريعة وبعضها تخضع لأحكام القضاء والقدر وبعضها تطيع أحكام الشرع وأحكام القضاء كلتيهما الكل متفان في طاعة الله وتقديسه سحابا كان أو ريحا أو نارا أو أرضا وإذا كان بعض البشر يتمردون على أحكام الشريعة فإنهم خاضعون لقضاء الله وقدره ولا شيء خارج عن سيطرة هاتين السلطتين بل إن عنق الجميع واقع تحت نير إحدى هاتين الحكومتين السماويتين غير أن الغفلة والذكر الإلهي يغلبان في الأرض بالتناوب وفقا لصلاح القلوب وفسادها ولكن هذا المد والجزر لا يقعان تلقائيا بل يحصلان بحكمة الله ومصالحه لقد أراد الله أن يقع ذلك في الأرض فوقع فالهداية والضلال يتناوبان وفقنا موس الله وبإذنه كتناوب الليل والنهار وليس من تلقائهما فمع أن كل شيء يسمع نداءه ويقوم بتقديسه إلا أن الإنجيل يقول إن الأرض خالية من تقديس الله وقد أشير إلى سبب ذلك في الجملة التالية من الدعاء الإنجلي وهو أن ملكوت الله لم يأت في الأرض بعد فبسبب عدام ملكوته على الأرض وليس لسبب آخر لم يكن تنفيذ مشيئته تعالى فيها كما هي نافذة في السماء أما تعليم القرآن فهو خلاف ذلك تماما فإنه يقول صراحة إنه ليس بوسع سارق أو سفاك أو زان أو كافر أو فاسق أو باغ أو أي من المجرمين أن يقترف أي تسيئة على الأرض ما لم يخير من فوق السماء فكيف يقال إذن بأن ملكوت الله ليس على الأرض فهل هناك سلطة أخرى مخالفة تحول دون نفاذ أوامر الله في الأرض سبحان الله كلا ليس الأمر كذلك الحق أن الله تعالى نفسه قد جعل للملائكة في السماء ناموسا وجعل للبشر في الأرض ناموسا آخر إنه لم يعطي الملائكة أي خيار في ملكوته السموي وإنما فطرهم على الطاعة والإذعان فهم لا يقدرون على العصيان أصلا ولا يمكن أن يطرأ عليهم سهو ونسيا أما فطرة الإنسان فقد خيرت بين القبول والإنكار وبما أن الإنسان قد منح هذا الخيار من فوق فلا يمكن القول بأن ملكوت الله يختفي من الأرض بسبب وجود إنسان فاسق بل الحق أن الملك لله فقط في كل حال كل ما في الأمر أن ثمة ناموسين ناموس القضاء والقدر الخاص بملائكة السماء وهو أنهم لا يقدرون على المعصية البتة وناموس القضاء والقدر الخاص بالبشر على الأرض وهو أنهم قد خيروا من السماء في اقتراف المعصية غير أنهم إذا استعانوا بالله أي استغفروه فيمكن أن يزول ما بهم من ضعف بتأييد من روح القدس فيجتنب ارتكاب المعصية كما يجتنبها أنبياء الله ورسله أما الذين يرتكبون المعاصي فينفعهم الاستغفار من حيث إنهم يعصمون من مغبة الذنوب أي من العذاب لأن بقاء الظلام بعد مجيء النور محال وأما المجرمون المصرون على الجريمة الذين لا يستغفرون الله أي لا يلتمسون منه القوة فهم لا ينفكون يعاقبون على جرائمهم انظروا كيف حل الطاعون بالأرض في هذه الأيام عقابا للناس وأخذ يفتك بالذين يتمردون على الله تعالى فكيف يقال إذن إن ملكوت الله ليس في الأرض لا يخطرن ببالكم أنه إذا كان ملكوت الله موجودا في الأرض حقا فكيف يرتكب الناس الجرائم ذلك أن الجرائم أيضا تندرج تحت ناموس قضاء الله وقدره إذا كان الناس يخرجون عن ناموس الشريعة فليس بمقدورهم أن يخرجوا عن الناموس التكويني أي ناموس القضاء والقدر فكيف يصح إذن القول إن المجرمين ليسوا خاضعين للسلطة الإلهية انظروا كيف تقع في الهند البريطانية حالات كثيرة من السرقة والقتل كما يوجد بها زنات وخونة ومرتشون وغيرهم من المجرمين ومع ذلك لا يمكننا القول بأن هذا القطر ليس خاضعا للحكومة البريطانية كلا إن السلطة موجودة ولكن الحكومة لم تر من المناسب أن تسن قانونا صارما قاسيا تجعل هيبته الحياة صعبة على الناس وإلا فإن الحكومة لو أرادت ردع جميع محترفي الجرائم عن جرائمهم بإلقائهم في سجون قاسية مؤلمة لردعتهم عنها بكل سهولة أو لو وضعت عقوبات رادعة في القانون لأمكن القضاء على هذه الجرائم فبإمكانكم أن تدركوا بذلك أن تعاطي الناس الخمرى وتزايد عدد المومسات وحوادث السرقة والقتل في هذا البلد لا يعني مطلقا أن الحكومة البريطانية لا تحكم هذه البلاد إنما السبب في زيادة الجرائم هو التساهل في قانون الحكومة وليس أن الحكومة فقدت سيطرتها على البلد بل الحق أن الحكومة تملك سلطة إيقاف الجرائم بجعل القانون أشد صرامة وبسن عقوبات قاسية رادعة وإذا كان هذا هو حال حكومة البشر التي لا تساوي أمام مملكة السماء شيئا فما بالك بسلطة المملكة الإلهية وقدرتها فلو شدد الله ناموسه اليوم بحيث تنزل الصاعقة على كل زان ويصاب كل سارق بداء تتآكل به يداه وتتساقطان ويهلك بالطاعون كل عنيد جاحد بالله وبدينه لصار أهل الدنيا كلهم صالحين خلال أسبوع واحد فالحق أن ملكوت الله لموجود في الأرض ولكن الرفق في الناموس السماوي قد أطلق لهم الحرية بحيث لا يؤخذ المجرمون عاجلا غير أن العقوبات أيضا تنزل من حين لآخر فتقع الزلازل وتسقط الصواعق وتنفجر البراكين كألعاب نارية لتهلك آلاف النفوس وتغرق السفن ويلقى المئات مصرعهم في حوادث القطارات ويحدث أنواع الطوفان وتتهدم البيوت وتلدغ الحياة وتفترس الوحوش وتتفشى الأوبئة فليس هناك طريق واحد بل ألوف من طرق الإفناء التي قد خلقتها النواميس الإلهية لعقاب المجرمين فكيف يقال إذن أن ملكوت الله ليس في الأرض الحق أن ملكوته موجود على الأرض وأن أيدي كل مجرم مغلولة وأرجل كل عاص مكبلة بالسلاسل ولكن الحكمة الربانية قد جعلت قانونها لينا بحيث لا تعمل تلك الأغلال والسلاسل عملها بعجلة ولكن حينما لا يرتدع المجرم عن جرمه فإنها توصله في النهاية إلى الجحيم الأبدي وتلقيه في عذاب لا يموت فيه ولا يحيى